موسيقى اسمها دي عمال عبد المنع مبادر في مدرسة الحواوس في فصل الثلثة ثاني كانت علينا حسة أزعال كنا قاعدين صف بنات وصف صبياء فالصبياء قالت علينا الطوب كانت واحدة جنبي اسمها هجر مجر واحد اسمه وليد ياسر ذائلها في الطوب في المجر فرحنا فرحنا من قولها معلشة أمزائل فيها الحديد واحدة اسمها ماريا مطلعتني للمدير اسمه أين فه وقال له سلعاني كل وقت حلو وقال له وقال له قال له أعود بعد أما أعد قال لي ما أعلاش وأعدت أعيط لحد أما جت هنا لقيت هادير جاء من المدرسة في حالة سيئة جدا بتعيط وبعض زميلها جايبين وجايين مالك هادير بتقول أعيني وكانت خايفة جدا حتى تقول إن فيه واحد طالب زميلها زقالها بحادها في عينها وضغطت عليها في الكلام مالك مالك فقالت لي فيه ولد اسمه ولد كان بذقانه بطهوب وكان في يده حديدة وذق حقوق حذفها جات في عيني ولقت سمايلها جايين جايبينها في حالة سيئة جدا طب بعدت عملت لي إيه اللي حصل يا هادير قالت لي أنا روحت للمدير الأستاذ أيمن طلعت له فوق وأقول له يا أستاذ أيمن الولد حذفني بالحذف عيني فقال لا طب روح يغسر عينك وتعالي فغسلت عينها وجات قال لا طب انت هتبقي كويسة لوقت وعودي وسبها للغاية نهاية اليوم الدراسي وليتها جاء في الحالة سيئة ففي اليوم ده كان فيه مطر شديد خدتها وطبعا طلعت على المستشفى على طول مستشفى مركز طب وجراحة العيون وكان اليوم كان اليوم ده كانش في استقبال ودخلت بكرنيز شغل دخلت بكرنيز شغل وتقالي لي لازم عملية حالا عملية فورا لان فيه الوقت فيه فتحة في القرانية والسائل السائل العين خرج من العين ولازم حالا تعملها عملية ودخلت العمليات وتعملها عملية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر